أربع سنوات هي المدة التي تحتاجها مايا حسين الفنانة التشكيلية اللبنانية كي ترمم بعضا من الزجاج المعشق الذي دمره انفجار المرفأ مضحوى لثلاثة أشهر لا يعرف غالبية اللبنانيين أن الانفجار أتى على الحجر والبشر والتراث والفن الذي يعيش في الكنائس والبيوت والقصور القديمة والمتاحف وأمام إدراكهم لقيمة ما دمر قررت مجموعة من الفنانين أن يسخروا مواهبهم في المساعدة والترميم أكيد أتأثرت لأنه لقلي كيف تقولي 30 سنة من حياة البهنية راحت بالأرض راحت غبرة راحت بلون صارت ترمل لأن الأزاز جاي من الرمل سأرجع أعمل الشغل مثل ما كان خصوصا إذا أنا كنت شغلته وفي مشهد مشابه يمضي جاب معمار الأخصائي في ترميم التحف ساعات وأيام طويلة في محاولة لاستعادة ما دمره الانفجار عشرون لوحة بعضها لحقت به أضرار جسيمة وبعضها مزق ومنها ما يعود إلى القرن السابع عشر لوحات تنتظر أن تستعيد رونقها لتعود مجددا إلى مكانها على جدران منازل أصحابها موجود عندي بالمحترف طبعا بصدرح ما نعمل عملية ترميم حوالي العشرين أطاع من رسامين مختلفين هذا اللي نحن قدرنا نستوعبه عنه هون أنا باختصاصي بقدر أعمل هذا شيء وبدر أدمه لأهل بيروت أنا بقدر أدم وقتي بقدر أدم خبرتي بقدر أدم مهاراتي على أد ما هو مستوي فيها لكن مشقة العمل لا تكمن في الساعات الطويلة والدقة في التنفيذ ولكن في صعوبة توفير السيولة لشراء المواد اللازمة من خارج لبنان والسبب هو أزمة تحويل الأموال إلى الخارج التي يتأثر بها جميع اللبنانيين ما يعني بالنسبة لهؤلاء الفنانين وقتا يضيع هباءا بدلا من إنقاذ مزيد من التحف والتراث المدمر ليلة خليل الغد بيروت ترجمة نانسي قنقر